خلي بالك حتى اللاعب بيقادي شكل كويس جدا في مباراة مباراة اللي بعدها متعرفش وغير تنهيرة دي ليه يعني كنا بنعاني المشكلة دي على فكرة من أسوري ومدر ابن الزمالك كان اللاعب يعمل أداء قوي جدا في مباراة المباراة اللي بعدها ما تلاقيهوش ما هو يا شوية تحسن الاتنين الفكرة قريب المنتل شوية البعض نفسي شوية حسيت نفس التفاصيل اللي هو عايزين يلعبوا كرة معصرة شوية وكرة حديثة بس مش مرة واحدة مش مع إمكانياتنا كمان او مش مرة واحدة شوية شوية على أنك تلاقي الفكر فكر اللاعب المصري أنه هو ياخد القرار إمتى يعني أن أنا أخد قراري في الباص أو في أن أنا أكافر أو إمتى أنا عارف أنا بستني من الكرة إزاي أنت كل الناس اللي بتيجي تقول لك لا ده مش متأسسين صح لا ده مش عارفين إزاي مش متأسس صح لا في ناس بتبقى متأسسة كويس بس ها ما عندهوش العقلية ولا الفكر أنه هو يختار في الموقف ده القرار الصح قراراته هي اللي وحشة كيروش هو اللي قال كده على فكرة اشتغل على عقله ما تشتغل ما هو قال إن انت قال في بعض اللاعبين في المنتخب ما عندهمش أساسيات كرة ما هو لا أكيدا عندي أساسياته وممكن يبقى التعبير ممكن مبالغ فيه آه يعني أكيدا عندي أساسياته وعندنا كرة ما حققنا بطولات ولعبنا وعندنا لعبة بتسافر وبتلعب وبتحقق بس الفرق إن هو بيختار إمتى القرار فبيباني عليك إن انت ما تعلمتش حاجة يعني بدل ما استلم باتجاه معين ما أنا عارف إن أنا لو استلمتها كده بس أختار الموقف إمتى الطايم بتاعي بالقرار بس هو ده اللي اختلاف عندنا الطريقة بتاعت أربعة تلاتة تلاتة ويمكن ماشي بيها في كل المباريات مع الاختلاف في خواص التلاتة بتوع نص الملعب ساعات يبقوا اتنين عندهم ميول دفاعية واحد عندهم ميول هجومية اللي هو ستة وتمانيتين أو تمانية وستتين شايف شكل نص الملعب وهو كان بيساهم بشكل كبير برضو في الأهداف اللي دخلت فيك إمتى يمكن قلت المنظومة ككل من أول سترايكر لحد حرص المرمى ولكن قل بنص الملعب التلاتة اللي في نص الملعب دول كشفوا بشكل كبير في المباراة موزنبيق وفي كل المباريات تقريبا لأن كل المباراة استقبلت فيها أهداف مش راكبين مع بعض السيستومو زي ما اتكلمت بيدغطهم يعني النني مفروض يلعب مثلا تمانية تلاقيه يحط النني ستة مثلا حمد فتحي مفروض يبقى الوجبات الدفاعية بتاعته شوية مثلا ستة الماكن بتاع اللعب ان انا ارتبهم صح ممكن احط عادي حمدي وزيزو والنني بس احطهم في الوزيشن صح يعني في ماتش موزنبيق انت لقيت انني محطوط ستة قدام المساكين رقم ستة ده مطلب منه ايه بيكافر هنا وهنا والقرى التانية وروح وجنباط ويطلع ويبقى كافر للخط اللاين اللي واره وبيساعد كتير ده ستة انني مش الفترة ده مش بتاعته ان هو هياخد القرى التانية ويجهد على كله ما عادش فيه الفتنس ولا البارل انه يكمل بيك كلام ده كله وقلت المشاركة برضو اه اه مقلت المشاركة مع ارسنال اه مظلوم بس انا برضو اختار اختار الاماكن بتاعهم ممكن احط مني احطه عادي احطه في تمانية هيعرف يقد في تمانية هيعرف في كنترول هيعرف يعمل لونج بس مثلا في اتجاه معاين هيباني الميزة اللي فيه ان انا احط اختار اماكنهم في البوزيشن لكل واحد في مكانه الصح ممكن اطلع منهم منتاج احسن من كده ان انا هو اكمل اغبط وعمل فكرة اوف ماتش مزنبكة غريبة يعني زيزو بيبدأ ده بيما انا زيزو بلعب تالت تمانية والكرة مش معانا بابدأ خلاص انا برجع ادافع الكرة معانا اروح جاي ضرب سبرينت ده كله على الخط على اللاين عشان اخد اخد مكان صلاح واسطرت انا من ناحية اليمين اللي الحتة اللي انا بحبها صلاح اللي بحبها زيزو مكاني وخلص صلاح يخش جوه ممسوك اكتف فسط تلاتة طب ايه المشكلة اما تسيب زيزو يبدأ من مكانه عادي وزيزو يعرف يتعامل من القلب برضو حلول وهيتعامل وهيب افري من ناحية ده وهيغط وهيلعب وهيطلع وعمل وانتوار انما اجبره اول ما الكرة تبقى معانا روح ضرب ده كله طالع على الخط من من تمانية طالع على اللاين مكان صلاح ودخل صاح في القلب امسكه الكرة تتقطع مننا مسلا زيزو ما يوفقش في دريبل تتقطع ارجع كل ده لزيزو اتعبه تاني كان بيموت زيزو وخلي بالك فيه ناس كتير قالت لك زيزو مقداش في اول مباراة لكن هو حد قبل الاختراع اللي اخترعوا فيتوريا ده كان ماشي كويس ايوه ما هو بيخلي يطلع يا احمد من بيطلع وينك انت بتتعب ويرجع تمانية اه انت بتتعب طب خلاص يا عم بدأني من الاساس حطيني قدام طالما انا عمل كده العب العب اربعة 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 اتنين صريحة اه صريحة واحط زيزو في مكانه طالما انا عايز العب زيزو نحي تلمين مكانه اللي بنتك فيه انتاج اعلى حاجة حطه هناك والعب اربعة اربعة اتنين واحط صلاح جنب مصطفى قدام واغير من السيستم بتاع اربعة اربعة تلاتة ده انما عز بالدنيا كلها وفي الاخر بتخلي شكلهم وحش ده فكر اه مدرب مع احترامي وكان مباوز كل الشكل المتخدم